السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الجزائرية في اوكرانيا وامام تدهور الحالة الامنية تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين باوكرانيا الى التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الاوضاع التي تستدعي اقصى درجات الحيطة والحذر بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الاوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا تهيبوا الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الارقام التالية سفارة الجزائر بورسو الرقم الأخضر صفران ثمانية وأربعون ثمانية وسبعون صفر ستة صفر خمسة ثلاثمائة وثلاثة وخمسون والرقم العادي صفران ثمانية وأربعون اتنان وعشرون واحد وستون سبعة عشر وثمانية وخمسون وخمسة وخمسون سفارة الجزائر ببخارست صفران أربعون واحد وعشرون واحد وثلاثون أربعة وأربعون خمسمائة وخمسة وستون كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنين في أوكرانيا ولحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من بين أفراد جاليتنا المقيمة في هذا البلد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة